لو سمحت انا بفكر في الاونر ناينتي ومعجب بيه جدا ومقتنع بيه وعيوبه مش ازمة بالنسبة ليه بس الشاشة الكيرف فمعرض للكسر اعلى من الفلات انت تدعم الاوبو ريلمي وبنفس الوقت ضد اجهزة شاومي يا محمد اربو الردن عايز اجيب لسامسوني 34 ومحتار بنسخة فيتنام ولا مصر وقدام الاتنين ضمان محلي وقال فعلا ممكن مبالاة ترخص الفترة الجاية عشان ينقطع الانترنت والبريكس والكلام ده كله ولا اجيبه قبل ما ياني لا وانا بشوف كل فيديوهاتك والله. دول مجرد سؤالين من مجموعة السلح اجاوبوا معاك خلال الفيديو ده. قبل ما اقول لك اي حاجة اكيد ننساش اللايك سبسكرايب اتفعل الجراش انه يوصلك منا دايما كل جديد واكيد لو عندك اي سؤال تحت الفيديو في كومنت وسيب سؤالك لان دايما باخد الاسئلة من على فيديوهات الاسئلة. وطبعا مش محتاج اقول لك ان في ستة وسبعين في مية من اللي بيتابعوا القانون مش مشتركين. فانزل اشترك الاشتراك ببلاش مش هيكلفك اي حاجة. نفس ان احنا نوصل مئة الف ومشترك شلال السنة دي بازن الله. ياريت ان احنا نعملها. وكالعادة خلان قشف تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم. انا محمد ودي كنوات وخلينا كالعادة نبدأ مع اول سؤال. هل ريال ممكن يسوحني بس الضمان الدولي ولا اشتريه وتوكل على الله? انا رايي اشتريه. الموبايل ما فيوش اي حاجة لحد دلوقتي والناس اللي اشتريته ضمان دولي محدش اشتكى منه. الموبايل كواس جدا. وبيقدم قيمة عالية جدا مقابل السعر. لو سمحت انا بفكر في الاونر ناينتي ومعجب بيه جدا ومقتنع بيه وعيوبه مش ازمة بالنسبالية بس الشاشة كيرف فمعرض للكسر اعلى من الفلات. رايهات ولو مقتنع بيه اوي كده والموبايل فعلا ممتاز وفيه بعض الاسكرينات الغالية اللي بعد تغطيلك الكيرف وهتحافظ على الموبايل بتاعك. ففكرة الجاجة الكيرف ما ظنش انها حاجة ممكن طائقك انك تشتري موبايل انت مقتنع بيه اساسا من جواك. حضرتك ما تعرفش اي لينك شرائق. والله لو لايت اي لينك هنزله تحت في بس للأسف الموبايل مش متوفر اصلا في مصر عشان يلاقي له اي لينك. انا لات تديني عليه. ولكن للموبايل لسه محدش قدر يوفره في مصر. السلام عليكم هل الهاتف بوكو متاح في مصر وكم سعر ولا بيقدم كما مقابل سعر ولا لا. هو كما مقابل سعر جدا فعلا بس الموبايل مش متوفرين. الموجود العادي. للاسف مش موجود في مصر هتلاقي موجود في الامارات وسعره ممتاز اصلا. في حدود خمس تلف وقمس ومين جين مصر. زي العادة احسن يوتيوبر ممكن تفيدني انا عايز اجيب بس مش عارف سماعاته كويسة ولا ده السطوحش. الموبايل كويس وسماعاته كويسة واداء كويس وكل حاجة في كويسة ورأيي تجيبه لو انت بتدور على اداء اكثر من الشاشة. لان الموبايل في الالوان بتاعت الشاشة وفي مشاهدة المحتوى مش افضل حاجة لشاشات الاموليد اكيد افضل. بس لو بتدور على اداء مش هتلاقي احسن من الموبايل ده. تنصح للموبايل شاومي ولا تيكنو موبا فايف من حيس الاداء والمعالج والكاميرا. تيكنو موبا فايف ده موبايل اقتصادي. من شاومي ده موبايل فاهم متوسطة. ما ينفعش اقارن بين الاتنين. لو بتكلم على القيمة مقابل سعر التكنو بوفا فايف ممتاز. لاني محبتش الاليفين تي كان في بعض المشاكل. وكمان الموبايل قدم كتير. بس اقدر اقول ان ده موبايل فاهم متوسطة. ما تجسل مقارنة تماما بينهم وبين موبايل اقتصادي جدا زي التكنو بوفا لفرق تقريبا في السعر ما بينهم اربع خمس تلاف جنيه. نوت ويلف برو بلاس ولا اتنين وخمسين اس في تجربة الالعاب. قطعا اتنين وخمسين اس اقوى طبعا. تقول لان السندرجون سبعة سبعة تمانية اقوى من الدايمانستي الف وتمانين في تجربة الالعاب. السلام عليكم ممكن ترشح لي الموبايل المتكامل في فاقة تمانية وشكرا. وحاليا ما فيش غير الريل متين والسامسون دي اربعة وعشرين. او ممكن تزود بقى الف جنيه وتجيب الريل مين برو بلاس مش هتلاقي افضل من كده موبايل متكامل. ايه رأيك في بوكو اكس فايف برو وهل فيه احسن منه في احداشر الف وكمسمية بس. كموبايل على بعضه ومفيش احسن منه حاليا. بس لو انت شخص بيتقلق من سوفت وير شاومي فممكن اقول سامسون دار باعو تلاتين او ريلم اليفن برو هيكونوا افضل في تجربة السوفت وير عمتا. بس الموبايل القاكيم ومقابل سعر هو فعلا ممتاز بغض النظر خالص عن سوفت وير شاومي او عن سياسة شاومي في سوفت ويرها. انت تدعم الاوبا وريلمي وبنفس الوقت ضد اجهزة شاومي. انا ما بنعمش اي شركة. انا بتكلم على الشركات الكويسة. في وقت من الاوقات لما كانت شركة شاومي بتقدم سوفت وير مخترم وكانوا بيقدموا تجربة كويسة. انا قلت اكتر واحد برشح موبايلات شاومي. بس لما حسيت ان الموضوع اتحول لتجارة. ان احنا بنحطه مواصفات على ورق عشان نبعه موبايلاتنا وخلاص ومش فرق معنا للمستخدم اللي بيشتريه. كرهت ان ارشح موبايلات من شاومي لان حسيت ان الشركة مستقلة جدا بالمستخدم. بتدي للمستخدم مجرد ارقامه وبس وما وتفكرش بتجربة السوفت وير وما وتفكرش فيما بعد المستخدم هيكون مرتاح ولا لا. ما وتفكرش انها تقدم تجربة للمستخدم كويسة على المدى الطويل. فعشان كده كان قدامي ريلمي و اوبو سامسونج بيعتموا بالمستخدم اللي بيشتري موبايلاتهم على المدى الطويل على عكس شركة شاومي. اللي كلها مو من وجهة نظري المبيعات وبس. اجيب رينو اي تي فور جي ولا اجيب ريلمي ناين برو بلس. قطعا من ريلمي ناين برو بلس ملوش منافس اجدعان الموبايل بيقدم اقوى حاجة في كل حاجة في فئة السعرية حاليا لاني لها تسعة تلاف وخمسومين جنيه. رأفضل صفقة تحت عشر تلاف جنيه من وجهة نظري في السوق المصري. ايوم افضل ريلم اليفن برو او ريجمي نوت ويلف برو وفايف جي. انا اخطر ريلمي. سألتني السبب هقولك الاتنين نفس المواسطات. يمكن ريجمي نوت ويلف برو بيقدم كمان كاميرا اولتراويد مش بابودة في الريلم اليفن برو ولكن انا رأيي السفتوير بيفرق معي. انا مش هاخد موبايل باتناشر تلتاشر الف جنيه. والسفتوير بتاعه في مشاكل. هي مشكلة بالنسبة لي. ايوم افضل ريلمي تين ولا ناين برو بلاس. طبعا ريلمي ناين برو بلاس افضل من الريلميتين وفرق كبير مش بفرق اولاي الخالص. يا محمد ارجو الرد انا عايز اجيب السامسونج اربعة وتلاتين ومحتار بين نسخة فيتنام ولا مصر وقدام الاتنين ضمان محلي وقال فعلا ممكن موبايلات ترخص الفترة الجاية عشان انقطع الانترنت والبريكس والكلام ده كله ولا جيبه وقبل ميالة وانا بشوف كل فيديوهاتك والله. موضوع غلال اسعار او رقصها انا مش عارف الصراحة مش قادر احدد. الموبايلات المفروض انها سعرها بيرخص وقصوصا لما النسخ جديدة بتوصل. ولكن في مصر الوضع مختلف. الوضع مختلف لان الجنيه مش مستقر قدام الدولار. يعني لو حصل تعويم للجنيه تاني وسعر الجنيه واع قدام الدولار اكتر فطبيعيا الموبايلات هتغلق. ولو فضل سعر الدولار مستمر زي ما هو كده اتوقع ان سعر الموبايلات هترخص. لان طبعا ده الطبيعي بس في مصر كل شيء لسه مش مفهوم. مش عارفين بالزبط هل الموبايلات هتزيد ولا هتقل. بس رأيي الموبايل كويس جدا ومش هتفرق نسخة اتنان من نسخة مصر لان المقونات واحدة الفكرة كلها في التقفيل. ونسخة تقفيل المصر تقفيلها ممتاز وما فياش مشاكل. ايه افضل موبايل يصور فيديوهات تيك توك ويوتيوب بتلاتاشر الف. اي موبايل من قبل. رأيي كمان ممكن الايفون يعني هيدي لك تصوير فيديوهات خصوصا بقى له ويوتيوب وتيك توك وكده. موبايلات قابل عامة في تصوير الفيديو في حتة تانية الوحيدة. بعد اذن حضرتك هل شركة انفينيكس شركة كويسة وتعيش وبالاخص هاتف انفينيكس جي تي تين برو هل بيعيش? والله انفينيكس شركة محترمة جدا مؤخرا. ولكن فكرة تعيش دي انا انفينيكس وتكنو ما جردتوه مش الفترة مطولة. فمش هادر احكم عليه. الموبايل مواصفاته فعلا تعيش. بس هل السوفتوير بيعيش? دي حاجة محتاجة تجربة مطولة عشان ما هدر حكم عليها. لحد الان انا ما قدرت اشجرب موبايل من موبايلات انفينيكس او تكنو لفترات مطولة عشان احكم عليه. انا رايح اشتري موبايل بعد تلات شهور وما قادر اشتري رين متين ولا لأ. لأ لان في اشخاص قالوا لي انه راح يصير قديم مع العلم هنلعب كتير يعني اما حاجة عندي في الهاتف المعالج تنصحنا اشتري ولا لأ. سبك من كل حاجة دلوقتي وما تفكرش في اي حاجة عد تلات شهور بتوعك وساعتها في وقت ما تيجي تشتري ابقى تفكر وشوف الموبايلات الموجودة حاليا والموبايلات المتقدم كما قبل سعر لعله وعسى في تلات شهور دول كل حاجة تتغير في الموبايلات تانية تيجي تحتلل الفئة مكان الريل متين ومكان الاربع وعشرية. يعلم اللي جاي لسه ما نعرفش خلال التلات شهور دول ممكن يحصل ايه? انا عايز اشتري دلوقتي ومحترمة بين الريل مين اين برو بلاس والسامسونج اربعة وتلاتين ايهما افضل وايهما متكامل اكتر. اربعة وتلاتين متكامل اكتر. واي من وجهة نظري. الحالة لوحدة اللي بتعيبه يا سرعة الشاحن. وفكرة تصميم الشاشة. بس الشاشة اسطع بفرق الملحوظ. الكاميرات افضل بفرق الملحوظ. ده عن وجود غبار ومية. حاجات كتير فيه افضل من الريل مين برو بلاس. بس ارجعوا التكنو طبعا لو بالسعر ده تبقى صفقة اكتر من ممتازة. ارخص شاشة اموليد وارخص شاشة اي باس معدل تسعين هارتس واحد. ارخص حاجة شاشة اموليد مع تسعين هارتس هو السامسونج اربعة وعشرين وريرل ميتين فقط سبعة الاف جنيه. اما ارخص حاجة بنتكلم في شاشة اي باس هتلاقيه الريل مي ناين اي. وارخص مبال بشاشة اي باس مع معدل تسعين هرس. سعر ريال ميتين نسخة ميتة مينة وعشرين في بانس ويف بكام هو سعره تقريبا سبعمية في كل حتة لو لقيته اغلى من كده اشتري من اعلان او او على امازون لان كده الاسعار عنده هتبقى عالية. اخر سؤال معنا في الفيديو هل الاوبو فايند اكس بسعر ستاشر الف صفقة وهل فعلا المعالج بتاعه بيسخن جامد واداه مش حل. الموبايل فعلا بستاشر الف هو صفقة لان فيه كمية امكانيات ما كنتش بشوفها قبل كده من اوبو خصوصا ان ده الموبايل الوحيد اللي فيه شاحن لسلكي في الفاة المتوسطة. بالنسبة للمعالج بيسخن المعالج بيسخن ولكن مش السقونة الاوبر والادا بتاعه مسسيء الادا بتاعه كويس جدا ويعتمد عليه. وبس كده. وكده تكون وصل نهاية الفيديو. اكيد ما تنساش لايكك سبسكرايبك. وكالعادة فعل زرارة الدراسة اشترك من هذا كل جديد وانتظرك للفيديو جديد. سلام.